موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أثبتت المرأة البحرينية مدى التطور الملحوظ الذي وصلت إليه في استدامة قدرتها على أن تكون شريكا مهما في بناء مجتمع تنافسي مستدام وأسهم حضور المرأة المتزايد في قطاع العمل في دعم تواجدها في مراكز صنع القرار وبذلك ساهمت المستويات التعليمية العالية لها بشكل كبير في تمكينها وزيادة مشاركتها في الحياة العامة موسيقى إذن مشاهدين أصدر المجلس الأعلى للمرأة مطوية بعنوان إحصائيات 2019 شملت أبرز ما جاء فيها من التقدم الذي حققته مملكة البحرين في مجال المرأة على صعيد التعليم والعمل وإدارة الأعمال والصحة وغيرها حيث أعطت البيانات الإحصائية والأرقام الواردة في هذه المطوية نظرة واضحة حول الخطوات الرائدة لمملكة البحرين في مجال تقدم المرأة ومشاركتها في مختلف قطاعات ومسارات التنمية الوطنية أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذا العرض السريع لأهم الأرقام الواردة في إحصائية العام 2019 والصادرة عن المجلس الأعلى للمرأة والتي أبرزت التقدم الذي حققته مملكة البحرين في مجال المرأة على صعيد التعليم والعمل وإدارة الأعمال والصحة وغيرها أظهرت الإحصائيات أن نسبة المرأة العاملة في القطاع الحكومي بلغت 53% وأن نسبة النساء التي يشغلنا مناصب تنفيذية في الحكومة كالوظائف الإدارية بلغت 44% وبينت الإحصائية أيضا أن نسبة رائدات الأعمال من أصل مجموع رواد الأعمال في مملكة البحرين بلغت 43% أما نسبة الأكاديميات في مؤسسات التعليم العالي وصلت إلى 47% والدبلوماسيات 31% الطبيبات 65% المهندسات 28% وفي السلطة التشريعية 19% في حين بلغت 9% بالنسبة للقضاء وخمسة بالمئة بالنسبة للوزراء ومن في حكمهم كما ذكرت الإحصائية أن نسبة الوظائف الإشرافية للمرأة في القطاع الخاص بلغت 30% وتشكل مشاهدين العاملات البحرينيات في مؤسسات القطاع المالي حوالي 37% من إجمالية العاملين في البحرين من القطاع المالي أما بالنسبة لمناصب مجلس الإدارة فقد بلغت نسبة المرأة فيها 23% وفيما يتعلق بمؤشر التعليم فقد بلغت نسبة الإناث في التعليم الابتدائي 49% من إجمالي عدد الطلاب وبلغت 49% أيضا في التعليم الثانوي فيما بلغت نسبة خريجات التعليم العالي 65% من إجمالي عدد الطلاب في هذا القطاع إذن بعد هذا الاستعراض يسرنا أن نبحث إنجازات المرأة البحرينية مع سعادة الدكتورة ابتسام الدلال عضو مجلس الشورى مسات شاء الله بالخير أهلا وسهلا سعادة وجودت معانا في برنامج حديث اليوم إصدارات المجلس الأعلى للمرأة دائما ما توضح بشكل كبير الإنجازات التي تصل لها المرأة البحرينية ودائما الأرقام لا تكذب اليوم هنا ما نستعرض مثل هذه الأرقام التي تتكلم مثلا عن وصول المرأة البحرينية إلى 44% من المناصب التنفيذية الحكومية هي من نصيب المرأة إذن تكاد المناصب التنفيذية الحكومية منقسمة بين الرجل والمرأة هاي خلينا نساءل إلى أي مدى باتت المرأة البحرينية يعني شريكا أساسيا في بناء مجتمع تنافسي قوي في بناء التنمية المستدامة طبعا اليوم مع إطلاق الإحصائية هذه في الجرايد من قبل المجلس أعلى للمرأة فعلا إحنا نشعر بالفخر وأيضا شيء يثلج الصدر أن المرأة أصبحت فعلا شريك رئيس في التنمية المستدامة في المجتمع البحريني طبعا هذا يجي بعد النقلة النوعية اللي حدثت في عام 2001 مع المشروع الإصلاحي ومن ثم تشكيل المجلس الأعلى للمرأة وإطلاق المجلس الأعلى للمرأة إلى برامج ومبادرات التمكين بحيث أنه اليوم إحنا ما نتحدث عن تمكين المرأة بالشكل التقليدي لم يعد هناك داعي لتمكين المرأة أو وضع برامج إلها بالشكل التقليدي لأنه اليوم نجني ثمار تمكين المرأة اليوم أصبحت المرأة فعلا شريك للتنمية المستدامة في المجتمع إذن إحنا تخطينا شعر تمكين المرأة نحن في مرحلة جديدة إحنا في مرحلة حاليا هي تهيئة البيئة فقط أو يعني الاستدامة في تهيئة البيئة المناسبة لاستمرارية عطاء المرأة في هذا الموضوع يعني هذا يدعونا إلى سؤال دكتورة هل البحرين بالفعل تعد من الدول المعدودة للحكومة فيها تدعم المرأة بشكل طوعي ومباشر؟ بشكل طوعي فعلا هي من الحكومات القليلة جدا يعني إلى درجة الإرادة السياسية إرادة السياسية وما حد فيه داعي أنه حتى إحنا نحط أجهزة رقابية لأنه صارت إنتيجريتد يعني هي صارت من ضمن السياسات الموضوعة في كافة مؤسسات الدولة سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص فلم يعد هناك داعي أصلا فصار الموضوع طوعي بشكل طبيعي إذن هي إرادة صانع القرار إرادة المجتمع وتميز المرأة البحرينية أوصلنا إلى ما هو يعني ما هو عليه اليوم دكتورة هل تميز المرأة البحرينية بدأ فقط في السنوات الأخيرة يعني طبعا مشروع الإصلاحي فتح الباب واسع طبعا ولأن جلات الملك بنظراته الحكيمة تلقف تميز المرأة البحرينية ووضع البنية التي تقف عليها وتتسارع الخطأ لكن المرأة البحرينية تميزها لم يكن وليد ليس شيء حديث فعلا هو شيء يعني منذ من البداية يعني منذ أن أعطيت المرأة فرصة التعليم واليوم نحن نحتفل بمئوية التعليم في المملكة منذ أن أعطيت هذه الفرصة بدأت المرأة بالانطلاق نعم خاصة في موضوع التعليم ولكن أصبحت اليوم البحرين أنا أسميها بوتقة الخبرة فعلا هي اليوم بوتقة الخبرة البوتقة يعني مثل الفرن الذي يتم فيه التسخين على درجات عالية فعلا هي اليوم بوتقة للخبرة المتراكمة على مدى هذه الأجيال التي انطلقت منذ مئوية التعليم في المملكة ولكن جاء الصقل وجاء التمكين إلى المرأة مع المشروع الإصلاحي وإنشاء المجلس الأعلى للمرأة تفضلتي حضرتك وذكرتي بأن نحن نحتفل في مملكة البحرين بمئوية التعليم في 1919 المرأة البحرينية بدأت التعليم بعد ذلك بسنوات قليلة جدا جدا ست سنوات أو سبع سبع سنوات بالفعل اليوم نتحدث بأن مسبة الإناث في التعليم الابتدائي 49% في التعليم الثانوي 49% ولكن وهنا الرقم المهم في التعليم العالي 65% من الإناث بالمئة فعلا شوف فيه يعني يصير دائما بالنسبة إلى الذكور بعد التعليم الثانوي قد يتجهون إلى التعليم التجاري أو التعليم الحرفي أو مثلا يكون لديهم مسؤولية إعالة عائلاتهم يعني لازم نأخذ أيضا هذا الموضوع بعين الاعتبار ولكن المرأة تنطلق بعد عادة إلى التعليم العالي ولذلك حصلنا على هذا الرقم المتميز فعلا للمرأة في هذا الموضوع يعني 65% يعني رقم يعد مفخرة للبحرين بالفعل بالفعل الأرقام كثيرة لكن أيضا من الأرقام اللي لفتت انتباهي دكتورة بأن مناصب يعني مجالس الإدارة في القطاع الخاص بلغت نسبة النساء في أيضا حوالي ربع 23% هذه نسبة متطورة حتى إذا قارنناها بدول غربية أيضا طبعا صار بسبب وجود المرأة وحضورها في العمل وتميزها ودعمها ويعني الجهود الحثيثة اللي وضع مكانتها في المجتمع صار أيضا هي تجذب العاملين في هذه القطاعات للاستفادة من خبرتها ووضعها في مجالس الإدارة وفعلا شيء متميز 23% من مجالس الإدارة اليوم ونحن نطلع إلى محتمل أرقام أكبر في المستقبل يعني في مجالس الإدارة وريادة الأعمال المرأة تتميز بدقتها دائما المرأة دقيقة جدا في العمل يعني تذهب إلى التفاصيل هذا معروف عن المرأة المرأة دائما تذهب إلى التفاصيل في العمل وأعتقد أنه هذا يعني يعطيها تميز في مجال العمل بشكل عام الإحصائيات اللي صدرت اليوم دلالاتها كثيرة وهي متعددة صدرت عن مجلس لعلى المرأة خلنا نتابع بعض من هذه الإحصائيات ثم نعود لاستكمال الحديث لأن هناك أرقام مهمة أيضا فيما يتعلق بالقطاع الخاص وأيضا بالسلطة التشريعية التي تمثلها اليوم الدكتور أدالان شاهد ونتابع ثم نعود لاستكمال الحديث ترجمة نانسي قنقر المجالات اللي أثبتت فيها المرأة قدرتها وبالأرقام هي عديدة ويمكن واحد من أهمها السلطة التشريعية دكتور دلالة السلطة التشريعية في البحرين بلغت نسبة المرأة فيها 19% ما بين منتخبة ومعينة كنا نتحدث عن كان حديث عن كوتا ومطالبات بالكوتا جاءت الإرادة السياسية في البحرين وتوجيهات من صاحبة السمو الملك الأميرة سبيتكا بأن لا مجال الكوتا في البحرين إيمانا بقدرة المرأة البحرينية وإيمانا بوعي هذا المجتمع وفعلا أثبتت أثبتت قدرتها يعني اليوم فعلا في عندنا إنجاز تاريخي بالنسبة إلى وصول المرأة إلى قمة السلطة التشريعية وتبوء السيدة معالي السيدة فوزية زينل إلى رئاسة البرلمان قبة البرلمان هذا ليس بشيء بسيط ونعتبر تقريبا ثاني دولة على مستوى الوطن العربي إذا اعتبرنا أن السيدة أمل قبيسي التي ترأست البرلمان في دولة الإمارات العربية عام 2015 بالفعل فالبحرين هي ثاني دولة بين الدول العربية التي تصل فيها المرأة إلى قبة البرلمان وأعتقد أنه يعني هذا يدل دليل يدل على كمية الدعم التي يعني وضعها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكا في هذا الموضوع رغم أن الاختيار جاء بإرادة شعبية فعلا وعدم ورفض موضوع الكوتا ورفض موضوع الكوتا لأن الشارع البحريني أو القيادة شعرت أن المرأة تستطيع أن تصل إلى هذه المراكز بدون وجود كوتا الرقم نفسه مهم 19% يعني يعادل إن لم يكن يتفوق على أرقام موجودة في دول غربية وأوروبية تصل فيها النسبة إلى 9% و12% و15% نسبة المرأة في السلطة التشريعية من 49% رقم آخر مهم وهو طبعا 43% ريادة الأعمار اليوم البحرين تتجه في اقتصادها إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة هذه المشاريع تقف على رواد الأعمال في الرقم الأول لما يكون 43% من رائدات الأعمال إذن الاقتصاد البحريني ينتعش يتنوع بمشاركة المرأة البحرين فعلا 43% يعني أنا أيضا عضو في جمعية سيدات الأعمال ونراقب موضوع ريادة الأعمال كنا بشكل عن كتب يعني فوصول المرأة إلى هذا الرقم يعني أيضا يعاد إنجاز إلى المرأة البحرينية فلا تتصور المشاريع وتنوع المشاريع التي خاضتها المرأة في موضوع ريادة الأعمال يعني سواء مشاريع زراعية مشاريع تجارية مشاريع تعليمية مشاريع حتى في الجمارك وفي التخليص وفي يعني خاضت جميع فعلا جميع الأعمال التي يعني ممكن واحد يتصورها في موضوع هذه الريادة الآن يعني دكتورة سام ما هي التحديات القادمة لمرأة البحرينية التي أثبتت نفسها في كل المجالات يعني حتى في السلطة القضائية 9% نسبة يعني المرأة الدبلوماسيات 31% طبيبات 65% وهذا متوقع الحقيقة لأن هذه مهنة جاذبة المهندسات 28% كل الوظائف باختلافها ما عادت حكرا للرجال بل لعل المرأة أصبحت في كثير منها متميزة ولربما في بعضها الأكثر تميزا ما هي الآن التحديات القادمة لمرأة البحرينية التحديات القادمة كيف تحافظ المرأة على هذه النسبة وتطور هذه النسبة هذا تحدي طبعا فعلى المرأة أن تستمر في المثابرة أن تستمر بالشعور في موضوع التنمية المستدامة للمجتمع بشكل عام تستمر بتطوير نفسها أي أحد يصل إلى أي مركز لا يمكن أن يحافظ على هذا المركز ويتطور في هذا المركز ما لم يتمكن أيضا من تطوير نفسه فأعتقد أنه هذا شيء مهم جدا بالنسبة للمرأة لتطوير نفسه وإلى التقدم والحصول على أيضا ممكن درجات أعلى في الإحصائيات القادمة إن شاء الله نتمنى هذا على شيء يسعدنا بوجود الإرادة السياسية لسيري جاتمالك دعم صاحبة السمو والحكومة الموقرة حتى الاحتواء الشعبي المجتمع البحريني المجتمع البحريني يقبل المرأة بالعكس وإنما يفتخر بينجازات المرأة البحرينية حتى بالنسبة إلى مجال الصحة كل المجالات مجالات الصحة كثير من المواطنين يطلبون المرأة صحيح لأنه ممكن نشعرون معها أنها تدخل في التفاصيل وموضوع التواصل أيضا موضوع التواصل جدا مهم فطبعا في كثير في كثير حتى في السلطة التشريعية نحن نطلع إلى حضور أكثر إلى المرأة سواء في الانتخاب أو حتى في التعيين نطلع إلى حضور أكبر بالنسبة إلى المرأة البحرينية يعطيش العافية شكرا لحضورك شرفنا بجولة دكتورة التسامة شكرا جزيلا للاستضافة شكرا وتحياتي إلى جميع النساء البحرينيات اليوم بهذه الأحصائية الوطنية المتميزة شكرا لك شكرا يعطيش العافية إذن مشاهدين في كل مرة تثبت المرأة البحرينية أنها جديرة بالثقة وفي كل مرة أيضا تسبق أفعالها أقوالها بعظيم العمل وحسن التواجد وما هذه الأرقام إلا نبذة بسيطة جدا عما تحققه المرأة البحرينية في كل المجالات منذ نهضتها في بداية القرن الماضي وحتى الآن لتضع نصب عينيها مستقبلا مشرق بإذن الله تشارك في صنعه المرأة البحرينية هذه الساكنة في قلوبنا أثبتت بما لا يدع مجانا للشك بأنها فعلا اخترجال كما يقال أتقيكم في حلقات قادمة إليكم ترجمة نانسي قنقر